الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين معكم أحمد رضوان مدرس رياضيات بمدارس رياض الصالحين درسنا اليوم للصف الثالث الثانوي بعنوان تقدير النهايات بيانيا مفردتنا اللي هنتكلم عليها في هذا الدرس واحد تقدير نهاية الدالة أن تقيم محددة أي عدد نمرة اتنين تقدير نهاية الدالة عند المالة نهاية مجب مالة نهاية سالب مالة نهاية تكتب نهاية الدالة fx على الصورة لم وانتوا عارفين لم دي اختصار limited يعني نهاية لم fx يعني نهاية fx لما x تقول إلى c أو تقترب من c تساوي l l دي أي قيمة اللي احنا بنقول عليها سواء لم عوض بعدد وتطلع قيمة أو لم عوض بمالة نهاية وتطلع قيمة أي أنه إذا اختربت قيم x من العدد c من كل الجهتين يعني من اليمين ومن الشمال لc فإن نهاية fx تقترب من العدد l أو من l نبدأ أولا تقدير نهاية الدالة عند قيمة محددة اللي هو المفردة الأولى اللي احنا قلنا عليها فوق مثال قدر لم سالب 3x زائد 1 لما x تقترب من العدد 2 باستعمال التمثيل البياني ثم عزز إجابتك باستعمال جدوى القيم يا شباب عشان أرسم تمثيل بياني لازم أعمل جدول للدالة اللي قدامي دي القيم عبارة جدول مقوم من خنتين قيم x وقيم y أو fx تكتبها fx ينفع تكتبها وينفع العدد اللي تحت الليم x تقول أو تقترب من 2 حط 2 في وسط الجدول وأخد قيمتين أكبر منها وقيمتين أقل منها ومش ضروري القيم دي بس يستحسن أخلي قيمتين أكبر منها وقيمتين أصغر منها فأنا حطيت 2 في النص وحطيت 3 وأربعة على اليمين والله أصغر منها 1 وصفر وأعوض في الدالة سالب 3 ضرب 0 يطلع 0 زائد 1 و 1 يبقى تحت الصفر أكتب 1 هنعوض بالعدد 1 سالب 3 ضرب 1 يطلع سالب 3 زائد 1 يبقى سالب 2 يبقى تحت الواحد أكتب سالب 2 هنعوض ب2 سالب 3 ضرب 2 يطلع سالب 6 زائد 1 يبقى سالب 5 سالب 3 ضرب 3 يطلع سالب 9 وزائد 1 يطلع سالب 8 يبقى تحت الـ 3 أكتب سالب 8 سالب 3 ضرب 4 يطلع سالب 12 زائد 1 يبقى سالب 11 يبقى أكتب تحت الـ 4 سالب 11 يبدأ بناء على هذا الجدول يا شباب هرسم الرسم البياني اللي على اليسار ده القيم المحور الأفق ده X والمحور الرأسي Y زي ما انتوا شايفين وأعوض بالنقطة النقطة الأولى 0 1 هذه 0 1 أهي النقطة 1 وسالب 2 هذه واحدة هو ونزلت لغاية سالب 2 هذه النقطة 1 وسالب 2 أهي 2 وسالب 5 يبقى أنزل من عند 2 لغاية سالب 5 سأحط نقطة 3 أنزل لغاية سالب 8 4 أنزل لغاية سالب 11 ورح نوصل بالخط اللي انتوا شايفينه ده هو ده الرسم البياني للدالة سالب 3X زائد 1 هنشوف من تمثيل البياني نجد أنه كلما اقتربت القيم من العدد 2 يعني شوفها 2 تيجي من على يمين 2 ومن يسار 2 قرب على ناحية 2 هتلقى من الجهتين اقتربت FX من العدد سالب 5 أعلى سالب 5 وأسفل سالب 5 هتلقى عند 2 تكتب في النهاية تسوي كامل نهاية من عند 2 كده تلقى سالب 5 يبقى هنا عندي كلما اقتربت القيم من العدد 2 FX تقترب من العدد سالب 5 يبقى نكتب في النهاية نهاية سالب 3X زائد 1 لما X تقول إلى 2 أو تقترب من 2 تساوي سالب 5 هذا يا شباب اسمه التقدير النهاية باستعمال التمثيل البياني طب عايزين نأكد كلامنا ده أو نعزز الكلام عدديا عدديا هنعمل جدول الجدول ده من 7 خنات X و FX أحضر او 1 1 1 1 يعني زود على الاتنين واحد من الف يبقى الخنة الجنبي على يمين اتنين اتنين واحد من الف هزود على الاتنين واحد من مية يبقى اتنين واحد من مية الخنة التانية وبعدين اتنين واحد من عشر يبقى قدي اتنين في النص زي ما اتفقنا على يمينها اتنين واحد من الف اتنين واحد من مية واثنين واحد من عشر على اليسار اطرح من اتنين واحد من الف يطلع واحد تسعمية تسعة وتسعين من الف اطرح من اتنين واحد من مية يبقى واحد وتسعة وتسعين من مية أطرح من اثنين واحد من عشرة يبقى واحد وتسعة من عشرة يبقى احنا كده حطينا القيم اثنين في المص وثلاثة على اليمين وثلاثة على الشمين هنعوض بالآلة في اللي سالب ثلاثة اكس زائد واحد أول قيم سالب ثلاثة ضرب اثنين وواحد من ألف زائد واحد هتطلع الإجابة سالب خمسة وثلاثة من ألف اللي على اليمين على يمين اتنين احنا بنعوض الوقت على اثنين وواحد من ألف أقول سالب ثلاثة ضرب اثنين وواحد من مية زائد واحد بالقال يطلع سالب خمسة وثلاثة من مية سالب ثلاثة ضرب اثنين وواحد من عشر زائد واحد تطلع سالب خمسة وثلاثة من عشر هنروح الناحية للإيصار سالب ثلاثة ضرب واحد تسعمية تسعة وتسعين من ألف زائد واحد سالب 3 ضرب 1 و 99 من 100 زائد 1 سالب 3 ضرب 1 و 99 من 100 زائد 1 سالب 3 ضرب 1 و 9 من 10 زائد 1 سالب 4 و 7 من 10 لو بصيت في الجدول اللي فوق تقترب الـ x من 2 أنا عامل سهمهو من اليمين رايح لتنين وسهمني لصار رايح لتنين تيجي تحت fx رايح لسالب 5 و برضو هنا تقرب سالب 4 و 9 من 10 يطلع سالب 5 و دي تقريبها سالب 5 أقول من الجدول ده كلما اقتربت قيم x من العدد 2 من اليمين أو اليسار فإن قيم fx تقترب من العدد سالب 5 وهذا يعزز الحل البياني اللي احنا طلعناه فوق سالب 5 يبقى هنا برضو بالنسبة للقيمة العددية طلعها سالب 5 هنروح يا شباب لتحقق منفهمك في سؤالين تحقق منفهمك سفحة 130 بقول قدر نهاية 1 ناقص 1 ناقص 5x لما x تقترب من سالب 3 باستعمال التمثيل البياني هذا زي المثال طبق الأصل بقول لي كمان ثم عزز إجابتك باستعمال جدول قيم هنبدأ أولا بالتحليل البياني وبعدين بجدول التعزيز العددي أولا التحليل البياني لازم نرسم جدول أكون جدول عشان نرسم الدالة الجدول زي ما اتفقنا من خمس قيم ونحط سالب 3 في النص وقمتين على اليمين أكبر منها وقمتين على الجسار أكبر منها الأكبر من سالب 3 سالب 2 وسالب 1 والأصغر من سالب 3 سالب 4 وسالب 5 ونعوض في الدالة 1 ناقص 5 في سالب تبدأ من سالب 3 يبقى 1 سالب 5 ضرب سالب 3 يطلع موجب 16 1 ناقص 5 ضرب سالب 2 يطلع 11 يبقى تحت السالب 2 أكتب 11 وقابليها كتبنا تحت السالب 3 16 هنروح لسالب 1 1 ناقص 5 ضرب سالب 1 يطلع 6 يبقى تحت السالب 1 أكتب 6 نروح للنحية اليسار من سالب 3 1 ناقص 5 ضرب سالب 4 يطلع 21 يبقى يكتب ساحة تحت السالب 4 21 سالب 5 1-5 في سالب 5 يطلع موجب 26 يبقى من هذا الجدول هتشوف الرسم اللي أنا رسمته على الشمال ده زيه على طول نعوض بالنقاط 1 سالب 1 و 6 هادي سالب 1 اهو وتطلع 6 فوق وتحط نقطة يبقى هادي النقطة هاي سالب 1 و 6 النقطة التانية سالب 2 و 11 عندي سالب 2 و اطلعت فوق و هادي سالب 11 سالب 3 و 16 هادي سالب 3 و اطلعت لغاية 16 سالب 4 ولغاية كام لغاية سالب 21 وهكذا سالب 5 من التمثيل البياني نجد أنه كلما اقتربت القيم من العدد سالب 3 قيم X ها شايف هنا من على اليمين يمين سالب 3 و يسار سالب 3 وكل مقربنا من سالب 3 من الجهتين تقترب FX من العدد 16 هاديك شايف اهو السهم اللي جايمه وفوقه السهم اللي طالع كده القيم طالعة و القيم نازده لغاية اي بقى لغاية 16 نكتب بقى في النهاية نهاية 1 ناقص 5 X لما X تقترب من سالب 3 و 6 و 16 هذا إثمه التقريب او التقدير باستخدام التحليل البياني عايزين تشوف التعزيز عدديا نؤكد يعني نسبة صحة الحل بالتعزيز عدديا هنعمل جدول قلنا من 7 خنات الخنات في النص سالب 3 وعلى اليمين أضيف 1 من 1000 و 1 من 100 و 1 من 10 وعلى اليسار أطرح من سالب 3 و 1 من 1000 و كمان 1 من 100 و 1 من 10 زي ما انت شايف القيم قدامك في الجدول وهنعوض في الدالة وتطلع القيم اللي تحت في الجدول هتبص على الجدول هتلقى هنا فوق قيم X تقترب من سالب 3 هتلقى قيم FX تقترب من 16 يبقى هذا يعرف أن نكتب نكتب أن لهاية 1 نقص 5X لما X تقترب من سالب 3 و 16 وهذا اللي يعزز الحل البياني اللي انتوا يبقى جبناه فوق قبل كذا هنشوف بها تحقق من فهمك يا شباب صفحة 131 هتلقى فيه السؤال بقول قدر نهاية نهاية X تربيع ناقص 4 X ناقص 5 على X ناقص 5 السؤال موجود صفحة لما X تقول تقترب من كام من 5 الصفحة 131 باستعمال التمثيل البياني طبعا الدالة دي لو احنا حطيني شفنا 5 ناقص 5 في المقام حاجة غير معرفة يبقى لازم أعمل حاجة عشان أشيل 5X ناقص 5 يبقى لازم في الحالة دي أحلل البسط أو أحلل لليه بل تحليل سواء كان في البسط أو في المقام فنقول نهاية X تربيع ناقص 4X على 5 ناقص 5 على X ناقص 5 لما X تقترب من 5 تساوي نهاية وحلل فوق قسين مقدار ثلاثي X ناقص 5 وX زائد 1 وتحت كما هي X ناقص 5 أشطب X ناقص 5 مع X ناقص 5 أحصل في النهاية على نهاية X زائد 1 على X زائد لما تقول إلى 5 أو تقترب من 5 يبقى السؤال يا شباب بدل ما يقول قدر نهاية البسط الكسر اللي فوق أو الدالة النسبية لا خلاص كأن السؤال الحين قدر نهاية X زائد 1 لما X تقترب من 5 يبقى كأن السؤال الآن قدر الدالة أو قدر نهاية الدالة X زائد 1 لما X تقترب من 5 هنرسم الجدول برضو نفس النظام هنحط 5 في النص وقمتين أعلى منها وقمتين أقل منها ونعوض وخمسة زائد 1 تحت الخمسة اكتب 6 ونروح لستة ستة زائد 1 سبعة يبقى تحت الستة اكتب سبعة سبعة زائد واحد يبقى تمانية تحت السبعة اكتب تمانية على يسار الخمسة هنحط 4 زائد 1 يطلع 5 و3 زائد 1 يطلع 4 ومثل زي ما أنتم شايفين على اليسار النقطة 3 و4 1 2 3 3 وطلعت لغيت 4 وحطت نقطة أهيه هذه النقطة أهيه وبعدين 4 و5 4 ودي 5 وبعدين 5 و6 و7 و8 و6 و7 و7 و8 أجي بقى أشوف أنا الوقت لما تقترب قيم اكس من الخمسة تلقى تقترب قيم الدالة اف اكس من ستة يعني من عندي الخمسة وتطلع فوق لغاية ما قابلك التمثيل البياني لو أنت مشيت يا سار زي ما أنت شايف الساعة يديك ستة يبقى من التمثيل البياني نجد أنه كلما اقتربت قيم اكس من العدد خمسة من الجهتين تقترب اف اكس من العدد ستة عشان كده نكتب نهاية اكس تربيع ناقص 4 اكس ناقص خمسة على اكس ناقص خمسة لما اكس تقترب من خمسة تساوي ستة هذا سبب ايه السؤال هنشوف بقى المفردة التانية اللي قلنا عليها في الأول تقدير نهاية الدالة عند المالة نهاية يعني مش عدد مش اكس يسوي عدد لا اكس تقترب من مالة نهاية المثال صفحة 135 بيقول قدر نهاية الدالة واحد على اكس لما اكس تقترب من موجة بمالة نهاية اذا كانت موجودة لان في ساعات الدالة تبقى مش موجودة تبقى غير معرفة غير موجودة خاص ولا اللهاية ما يبقاش لها نهاية التحليل البياني زي ما اتفقنا هنرسم جدول بس انا هنا عارف ان دي دالة اسمها دالة المقلوب مليهاش جدول انا عارف رسمها اذا كان البص موجب يبقى في الربع الاول والربع التالت اذا كان البص سالب يبقى في الربع التاني والربع الرابع يبقى انا على طول رسمت الدالة دالة المقلوب لان واحد على اكس دي بنسميها دالة المقلوب ورسمها البياني كلنا عارفين من التمثيل البياني نجد انه كلما زادت قيم اكس كلما زيت قيم اكس تقترب قيم اكس كده من الصفر كلما ده الخط دي يقرب 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 لغاية ما يوصل اليه بها ما يوصل للصفر هنا الصفرة يبقى هنا نلاحظ أن التمثيل بها أنها كلها ما زادت قيم X تقترب قيم Fx من العدد الصفر يبقى نكتب نهاية 1 على X لما X تقول إلى مال نهاية يساوي الصفر في بعض المفاهيم يا شباب بعد ما خلصنا الوقت عدد محدود والمال نهاية مما سبق يتضح لنا المفاهيم التالية 3 مفاهيم مهمة جدا نفهمهم مع بعض أول واحدة لا تعتمد نهاية Fx عندما تقترب X من العدد C على قيمة الدلة عند C والكلام ده شفناه في المثال الأول والمثال الثاني في المثال الأول القيمة لو أنا عوضنا على طول في الدلة بالتنين يطلع على طول العدد سالي بخمسة لكن في المثال الثاني اللي هو في السؤال تحقق نفاهمك صفحة 131 لو عوضت بX بخمسة يطلع صفر على صفر يبقى ما تعتمد قيمة الدلة عندما تقترب لا تعتمد للنهاية عندما تقترب X من العدد C على قيمة الدلة دي ما إيه أدي أول مفهوم لازم نبقى عارفين نمرة اتنين تكون نهاية FX موجودة عندما تقترب X من C إذا وفقط إذا ونتوا عارفين إذا وفقط إذا سهمين من ناحيتين يعني كانت النهايات من اليمين واليسار موجودتين النهاية لما X تقول إلى C من ناحية اليسار الشرطة ديها الشباب من ناحية اليسار يسار الشرطة اللي تحت اللي فوق C تساوي نهاية FX لما X تقول إلى C وعليها موجب يعني من اليمين يبقى الأول حاجة هي تاني نهاية FX لما X تقول إلى C وعليها شرطة دي شرطة السالب معناها من اليسار تساوي النهاية اليسرى تساوي النهاية اليمنى يعني معناها C وعليها سالب النهاية اليسرى وC وعليها موجب يعني النهاية اليمنى وهم الاثنين يساووا نفس القيمة اللي هي تعتبر عدد لازم يساووا بعض العدد اللي يساوى خمسة دي يساوى خمسة أربع يبقى تساوى أربع كله يقترب من الرغم ونول بقى في الحالة دي إن نهاية fx لما x تقول إلى c طرمع من اليمين والشمال خلاص يبقى نقول c تساوي هذا العدد اللي طلع هم الاثنين يساووا هذا رقم اثنين يبقى شرط ضروري لوجود نهاية الدالة إن النهاية اليمين تساوي النهاية الشمال تساوي قيمة الدالة وده نقول المفردة أو المفهوم رقم اثنين المفهوم رقم ثلاثة إمتى الدالة ما تكونش عدم وجود نهاية إمتى النهاية ما تكونش موجودة يعني ثلاث حالات تكون الدالة ليس لها نهاية أول حالة عندما تتقرب قيم x من قيمتين مختلفتين يعني جبت النهاية اليمين اللي اختلفت عن نهاية الشمال في الحالة دي اقول النهاية غير موجودة ادي اول حالة يبقى من علمين النهاية اليمنى لا تساوي النهاية اليسرى يبقى اقول النهاية غير موجودة الحالة التانية عندما تزداد قيم او تتناقص بشكل غير محدود ما ادرش اجيبها كم تزيد بعدد غير محدود اقول يبقى النهاية غير موجودة ثالث حاجة عندما تتزداد قيم اف اكس بين قيمتين مختلفتين ودي بتظهر أوي لما أكون عارف رسم الصين إكس أو كوزين إكس تلاهم بتزايده تتزابجب ما بين الصفر باي على 2 أو الصفر و2 باي أو الصفر باي يبقى عندما تتزابجب قيم إكس بين قيمتين مختلفتين عند اقتراب قيم إكس من العدد سي هذا وبالله التوفيق وإلى اللقاء في حصة قادمة إن شاء الله